بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة وفي برقيته جدد مدبولي العهد للرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات كما بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الفطر المباركة